برضو العربية دي بس العربية دي الشنطة الاختلاف فيها حاجتها مكفولة لكن العربية انا لازم اعمل لها شغل براي فبرضو فيها دي الكو وفيها بخور وفيها العادات الاصيلة هي العادات الاصيلة مع اي استحداث طيب نرجع لحتة مهمة يعني معروف انه المحال او المحلات عموما بتنشط يعني من فترة لفترة او بتكتص بيتباروا في تقديم الهدايا يعني باشكال او بيكت الابتكارات ممكن تكون حديثة وجديدة طيب عايز اشوف تقديم الهدايا كفال ممكن يكون في مناسبات ثانية غير الزواج يعني انا حسا زي ما قلت لك يعني احنا الفال مختصر بس في مثلا في جرتك او حنة العروس يوم الزفاف دي انا حركت عملتها على اساس انه لو زول ما عنده جرتك ما عنده يعني صبحية ممكن اكتفي بالفال يوم الزفاف ويس مثلا في زول مثلا الفالات دي حسا مع زمن الحصل ده يعني ولد ما عمل الفالات دي في اعراسه في الولادة موجودة ممكن الحك ممكن الحك يعني برضو الحك يعني ما فاتو شيء العريس نفس القصة بدل التهدي يعني اهدوله وطبعا حكاية الشيرين اللي بيعملوها ويخدو للعريس برضو يقوم بموجيبة ادي هدايا لأصحابه طيب عنده ارتباط بانو الحاجة دي لو ما الناس قدمتها يعني بيحصل ما يعرف بالنكسة يعني ابدا هي يعني كماليات تعبير كماليات انا بسميها كماليات يعني ما شيء ملزم لكن شيء درينا نحنا في عاداتنا نعمله يعني نحنا في عاداتنا ممكن نعمله وممكن حتى يعني يكون زول عايز يقدم الفال بطريقة ابسط من كده تهادو تحبو تهادو تحبو في النهاية انو الفال في ناس بتقدمو بالطريقة الحديثة وفي ناس بتقدمو بالطريقة القديمة فانا طالما انو يعني بمشي بمناسبات شفت انو الفال بتقدم وقمت اجاد من فكرة ومعاي خد واختي يعني الله يديها العافية من هنا بحياة حنان في جدة فانا وهي قمنا وقلنا خلاص الشغلانية نخش فين احنا الاثنين مع بعض الحياة دي هنا ما موجودة فانا بجي يجي للعذابون يكون عايز بضرب تلفون برسل بتجيب ليها بالطلبية طلبية وقم نشتغلها مع بعض نحنا في الختام يا مدام منقول انو الفال هو استفشار الناس من خلاله بتسعة جاهدة انو تقدم هدايا لناس هي يعني قدمت لاي الجميل من خلال المناسبة بوقفة معا بمشاركتها لها الفرح والاستفشار من خلال الناس بتنقول الافراح من بيت لبيت سوداني هي عادات وتدقالي بدرجنا نحنا كسودانيين في مناسبات الافراح انو نقوم بيها ومن خلاله نتبادل الهدايا الجميلة يعني ما شرطها الهادية بقيمتها ما شرط تكون مجملة ممكن بابسط الاشياء تقدم الفال لحبانا والناس اللي شاركوا انا شكرتك كتير مدام سلوى حسين مهتمة بالتراث وكمان مهتمة بموضوع الفال تحديدا شكرا جزيلا لك شكرا لكم يا اسراء وكتر خيركم وبشكر غناة النيلة الأزرق والأستاذة سلوى ويعني كل من ساعدني في وبشكر أختي خاص يعني دشكر الله خاص حنان لان هي الفكرة معايا مع بعض شكرا لكم احنا مشكري كتير أستاذة سلوى ومشاهدين أكيد حنتواصل معاكم حنطلع لحن ومن بعده حنرجع تواصل مرة تانية اشتركوا في القناة احنا مشكري كتيرا ومشاهدين أكيد 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 من اليسول بدوره مبلوفان اطلب بخوره وعازم الكل خطوره جد اللينا عاشق بريده شا الله بطفىها برى يديده وهي انا hackا بريده هادا عرسى العلم وعرسى السغافته و نباذي عطير لضيافه هاده وي نباذي عطير لطيافه قو خزينته للعدم عن طرافة .. لكن لهينا عشران بريده ان شاء الله طب وحضر جديد وي ناسينا عشران بريده هي ان شاء الله طب وحضر جديد الىيدل وي أناسينا عشران بريده دير نير من یعنسوس نب sommاهي الاطرافة حاجوانه فاتح لطيابه وخزينه للعطمان صرافه جيد لينا عشان بريده إن شاء الله طب وحضر جديده جيد لينا عشان بريده إن شاء الله طب وحضر جديده يانتنا عشان بريده ايتيب يا أم ويشوفه يتحسس ويعرف زروفه ايتيب للحبوبة ويشوفه يفقد ويعرف زروفه يفقد ويعرف زروفه ودي محانه على ولوفه جيد لينا عشان بريده إن شاء الله طب وحضر جديده يانتنا عشان بريده هاي إن شاء الله طب وحضر جديده جيد لينا عشان بريده إن شاء الله طب وحضر جديده يانتنا عشان بريده هاي اشوفو ساجد في العبادة واشوفو جارس السيانة راو انت حجاب الشهادة والسودان من ودد استفادة جد لي انا عشان بريده ان شاء الله طيب وحضر جديده ان شاء الله طيب وحضر جديده جد لي انا عشان بريده ان شاء الله طيب وحضر جديده ان شاء الله طيب وحضر جديده الحبوب انا عشان بريده ان شاء الله طيب وحضر جديده 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 ان شاء الله طيب وحضر جديده